السلام عليكم أهلا وسهلا بكم معكم محمد زيد وأهلا بكم كذلك في ثاني درس من دروس حل التفاضل بالآلة الحاسبة في الدرس السابق خدينا صورة من صور التفاضل وفي درس اليوم هناخدوا مسألة ثانية فهو صورة ثانية من صور التفاضل لربما تكون قابلتكم فبدلا من أننا نحلوها يدويا لربما حياخذ منك وقت وجهد هنحاول نحلوها بطريقة بسيطة بالآلة الحاسبة الآلة الحاسبة اللي هنستخدمها اليوم هتكون نوع CasioFX 991 AS Plus خلص تستفيدوا من المثال هذا المثال زي ما موضح قدامنا هو ميل المماس للمنحنة عطينا منحنة صاد تساوي سين تحت الجدر سين تربيع زيد واحد عندما سين تساوي سفر هنشوف كيف هنحلوها طبعا بالنسبة للقواعد وكيف نحلو التفاضل هتلقوا كل شيء أن نغيروا نظام الآلة الحاسبة وغيرها اعطيناه في الدرس السابق فلأي شخص محضرش درس الأول من حل التفاضل الآلة الحاسبة هتلكوا رابط الدرس أسفل فيديو حاليا نجو نحلو أول شيء نديروا علامة التفاضل اللي هي حنضطو على شفت ثم الزر التكامل هيتلع ماithe التفاضل أحاليا حنكتبو المسألة كيف ما هي حنكتبو سين جدر سين تربيع زايد واحد يعني هنديرو الفة القوس المجهة ليمين حتى يكتبنا الاكس وهو حائض من بدل السين ثم حنديرو جدر حنديرو ألفا القوس المجهة ليمين حيكتبنا الاكس ثم حنديرو تربيع اللي هي سين تربيع زايد واحد حاليا هنمشوا باستهمين حتى يرفعنا للخانة هادي اللي هي بالعربية عندما سين تساوي واحد عندما سين تساوي قيمة أي عندما اكس تساوي قيمة القيمة هادي شن هي احنا عندنا في السؤال عندما سين تساوي سفر أي أنه هنكتبه هناه سفر ثم هنديره يساوي الناتج طلع لنا واحد هذا يعني هو طبعا السؤال اختر اجابة الصحيحة فاعطينا سالب اثنين سفر واحد وسالب واحد الاجابة الصحيحة هي واحد ان شاء الله تكون استفدتوا استمدعتوا بدرس هذا وكان بسيط بالنسبة لكم واستفدتوا منها بحيث أن لو قابلكم أي مثال من نفس الصورة هتقدروا تحلوه بالألة الحاسبة نتلاك في درس القادم ومفقين جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته